تبنت روسيا الجمعة استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية تقدم الولايات المتحدة والغرب على أنهما مصدر تهديدات وجودية لموسكو وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الخطة الجديدة مرتبطة بالاضطرابات على الصحة الدولية التي تجبر روسيا على تكيف وثائق التخطيط الاستراتيجية الخاصة بها وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تماشيا والطبيعة الوجودية للتهديدات الناتجة عن تصرفات الدول المعادية على حد تعبيره متهما الولايات المتحدة وحلفائها بشن حرب هجينة ضد موسكو